اشتركوا في القناة تخص احد القامات المغربية العربية الدولية الذي انتقل الى عفو الله في عقبة استثناء وانا اعتبره كذلك لانه فعلا استثناء من بعض الطيناء المتميزة الا هو السعبد الرحمة اليوسفي رحمه الله اكيد ان هناك اقلام سالة وشهادات تم الادلاء بها من قبل رفقاء دربه المستوى السياسي وعلى مستوى التنظير وعلى مستوى النضال والصمود وعلى مستوى المواطنة وتحرير الشعوب والافراد لكن مداخلة اليوم ستقصصر على جانب مهني الصرف باعتباره اولا انه محامي وباعتباره من جهة ثانية انه نقيب سابق لهيئة عريقة بالمغرب الا وهي هيئة طانجة وباعتباره كذلك وهذا والامر الهام انه شغل منصب امين العام مساعد باتحاد مهامي العرب الذي كنت قد حضيت بطقة انقباء العرب لمدة زمنية لست بالبعيدة لذلك فانني ساقتصر في مداخلتي على تناول هذه المواقع التي شغلها مهنيا باعتباره مهامي الغريب ان اتقلد مهامي مهمة نقيب في مدينة طانجة سنة 1957 1957 هيئة طانجة كانت تابعة للمنتظم الدولي باعتبارها مدينة دولية وكان كل المحامون المستجلون بجلو هيئة المحامي لبيت طانجة اجانب فرنسيين اسبان برتغاليين تيكوتلفاكيين وبعض الاخوة المغاربيين اذا تصوروا معي هذا المشهد اجانب جميعهم كانت لهم مقالات او مواقع داخل المغرب وباعتبر ان المغرب في بداية عادل استقلال 1957 لم تكن هناك مغربة بعد لقطاع المحامات استطاع ان يفرد نفسه مرحوم ان يفرد نفسه على كل الاجانب الذين كانوا يشغلون مينة المحامات بطانجة ودليل ان الرجل كان ملتزم كان دو خلق كان دو فكر كان دو طنظير خاص وكانت له تمييز في صفوف المحامين ارتأى هؤلاء الاجانب ان يطوقوه بتكليف الا وهو ان يصبح نقيبا لهم رغم انه ليس باجنبي مغربي تانيا يتكلم اللغة العربية وثالثا لا زال مركب الان يهيمن على عقليته كل الممارسين الاجانب لمهنة مهامات بالمغرب بمعنى لا يقبل ان يرعسه او يتولى قيادته مغربيا لا زالت الان سائدة هذه تشكل واحد وجهة تحول كبير في الممارسة المهانية للمحامات ان يختار هؤلاء الاجانب رجل من هذا الصنف وباعتباره مغربيا شيء التاني وهذا هو الاساس لمفروض نتكلم فيه تقلت منصب الامي العام الاتحاد المحام العرب على مدى سنوات ولكن لمجرد ان وطأت قدمي دوالي بهذا الاتحاد عاينته في ارشيفه مصار سعب الرحمن اليوسفي داخل الاتحاد المحام العرب وان هنا الباب لا يسع ان اتوسع في هذا المجال ولكن ان اختزل بصمات بصمات الدهبية بصمات المغربية لرجل المغربي داخل سعاد محام العرب اولا كان امين عاما مساعدا مكلفا بالشؤون الخارجية بمعنى هو الذي كان يربط الجصور ما بين انتهاء المحام العرب وما بين سائر المنتظمات الدولية وفي هذا الاطار يعود له الفضل وانا اقول يعود له الفضل رحمه الله من انه هيئة وطائق قدمها لكتابة هيئة الامم المتحدة جعل اتحاد المحام العرب يصبح عدو مراقبا في لجنة الشؤول الاقتصادية والاجتماعية بهئة الامم المتحدة ليس سهلا ان تحصل على هذا الموقع داخل هذه المتحدة شيء الثاني هي اوتائق وملفا متكاملا ليكون اتحاد المحام العرب مراقبا داخل منظمة اليونسكو ومنظمة سيسيسكو والمنظمة الافريقية للمحامين وجامعة الدول العربية و المعهد العربي لحقوق الانسان بتونس بمعنى ستاديا للمنظمات دولية اصبحت شريكا لاتهال محامي العرب والانتباع الذي شجلته مع المرحوم انا لم تكن لي به معرفة قوية بحكم انه ليس ابن جيلي ولكن لمجرد ان اعلنت نتائج الانتخابات باعتباري قد وفقت ان اتقلد مهمة امين عام اتحال محامي العرب بالقاهرة كان من اول سباق لمخاطبة هاتفي ليقدم لي تهنئة بهذا التدويج ولكن انا لازلت اذكر والذي مكنه من هاتف انقال هو احد زملائنا هنا بمدينة الدر البضاء مسم ابراهيم الرشدي هذا الصديق الحميم للمرحوم سعد الرحمن فكان انهلن اهني وبعدما قدم لي تهني ارقيق جدا بابتسام على مسؤول الهاتف وبضحك يعني كان مبتهج قال لي بدرجة ما نخافش عليك هات ما نخافش عليك قد رسخ في الذاكرة ديالي بمعنى انه قد دام لي تتويجا بصيغتين مغربية ما نخافش عليك بمعنى رقاد وبالتالي انا كنت دائما كنت نحمل هاتف الهم ديال طالما سعد الرحمن قال لي رقاد خصتني نكون قد هاتف المسؤول وخصتني لك كان السعد الرحمن خلا هذه الرصمة المغربية داخل المحام العرب انا ملزم في اطار هاتف التكليف في اطار هاتف الكلمة ادى وسام رضا ديال السعد الرحمن الله يرحمه يقول لي ما نخافش عليك اذا كنت كان بدرجة مشهود ودائما دائما ودائما ودائما ليس لانه توف للتاريخ وللداكرة التاريخية دائما اصحضر هذه الكلمة مجموعة النقابة العرب كان نقول الحمد لله حققنا شي حاجة من ذلك شي اللي ما خافش عليه السعد الرحمن وقال لي انا لا اخشى عليك هذا كان حافز عندي انا هذه كانت شحنة كانت الكلمة ديال الانسان تقول لي مشحون بها وتقول لي تشتغل عليها باش يأكد و باش يجسد اكتر من هذا اللي تندكرك ذلك فهذا الباب جميع موظفين جميع المستخدمين باتحاد محام العرب وعددهم يفق الخمسين نفر يحملون انطباعا طيبا عن سعد الرحمن اليوسفي وهدوا هدوا من جنسيات مختلفة ولا مغربههم كلهم من جنسيات عربية الا المغرب جميعهم موظف صغير و الكبير كان يحمل انطباعا طيبا عن سعد الرحمن اليوسفي فكل ما خاطبت شخصا ما او موظفة ما و الا تتقول لي هذه من اعمال سعد الرحمن اليوسفي و هنا تنشجل واحد مسألة مهمة لا بدنا نقولها لكم بعض الحياة المسؤول تكون ما تتواصلش مع الناس اللي هم تعملو في السلال الدنياوية تتواصلش معهم و لكن سعد الرحمن كانت عنده صلة قوية مجموع شرائح المجتمعية بيصرف النظر عن هذا مسؤول و وهذا رجل بسيط و يشتغل ببساطة بمعنى انا نقولكم هالحاجة اخرى اكتر من هالشي كمنا كنو وهد الحارس ذي اللي باب معروف اتحاد مهام العرب عنده واحد ستين عام خدت تقعود و دلول التمديد و ما زال داب الان عنده قرابة تسعين عام في العمر ذياله هدا تيب تحير الباب الاتحاد الباب الحارس و رجل الان انا اتنذكر خلال الولاية ديالي كأهم العام اتحاد مهام العرب كل ما ورجت صبيحة اي يوم باب الاتحاد يفتح لي و تاندخل مع السائق يدخلني كيهيين و تقول لي كيف دير السيد عبد الرحمن تصوروا معي هدا اللي غادر الاتحاد هادي 41 سنة باقي الساز ذي الباب حارس ذي الباب الرجل موسين كيسأل بمعنى ان بصامات الخير انما قدم واد الرجل لهؤلاء لهاتي الشريحة جعلهم يتذكرونه في كل لحظة وحين ويرفعون له السلام ويبلغونه السلام ويرفعون له القبعة هذا شيء جميل من اللي تتلقى واحد مغربي في بلد عربي كمصر تتسأل عليه الكبير الصغير لمثقف والغير لمثقف الحارس والامين العام الحارس والنقيم ولذلك تنشجل لاننا قامة مغربية استطاعت ان تكتسب مكانة ليس في المغرب فقط بل في كافة الدول العربية انا نقول لكم على المسألة هنا نضمنها مجموعة من المؤسمرات ونضمنها مجموعة من الاجتماعات المكتب الدائمة على المحام العرب في كل الدول العربية اينما حللت وارتحلت في اي بلد عربي وإلا السؤال عن السادر رحمة اليوسفي بمنا ان الرجل كانت له تواصلات كان محبوبا كان الناس يحسون بدفع في تخاطبهم مع السادر رحمة اليوسفي وهنا مسيسا قصد لمحامون فقط لا كل الرؤساء كل الملوك العرب الذين اتيحت للفرصة في زيارتهم في اطار مؤسمرات وإلا اول من يسألون عنه السادر رحمة اليوسفي دليل ان عشرين سنة واكثر التي قدها كامن عام سعيد الاتحاد المحامي العرب بالقاهرة كانت لها بصامات مغربية وانا لا اخفيكم سرا كنت احس بانتشاء كبير عندما يتم السؤال عن السادر عبد الرحمة اليوسفي لماذا؟ لان هذا علام من الاعلام دل القوم العربية دل النضان العربي دل الصمود دل الالتزام بالمغربية والدفاع للمغربية في أبعاد حدودها ويكفينا في ذلك أن الرجل لم يكن يبحث عن الكلاسي لم يكن يبحث عن التتويج بأحدى المناصب بل قدم أكثر من اعتذار لأكثر من حكومة ولأكثر من مرضمة كانت تود أن ينضم إليها سادر رحمة اليوسفي وهذا دليل الإطار في العمل السياسي وهذا دليل لمحبة صادقة التي كان لا يسعى من خلالها إلا أن يرى المغرب ذاك النموذج الفاضل وإذا كان أفلاطون يرى في المدينة الفاضلة هي المدينة التي كان يترقبها التي كان يسعى إليها فإن السعر الرحمن اليوسفي رحمه الله كان يود أن يرى دولة دولة المملكة المغربية بمتابة المملكة الفاضلة ترى هل تحققت هذه المدينة الفاضلة وهذه الدولة الفاضلة السؤال والجواب لكم اشتركوا في القناة